بعد الصباح اصبح الفيلم يجاهز ان هو يتفحص مايكروسكوبك ايجزاميليشن. مايكروسكوبك ايجزاميليشن عندنا في العدسة اللي هي الاشهر في فحص خلايا الدم هي العدسة كود تكبيرها مية. ودينو عليها اويل امرشن. لانها بتبقى محتاجة زيت. ودينجي لخلايا بوضوح زي ما نشوفها في الشريحة اللي جاية. نشوف تفاصيل الخلايا واضحة جدا. يعني نشوف كل الخلايا بالانوية بتاعتها. كل الخلايا اللي انا معلم عليها ديت. ويلم عليها او ليكو سايتس. ليه لانها خلايا لها انوية زي ما هم شايفين. كل دي خلايا لها انوية. فبالتالي ديت ديت او ليكو سايتس بانواحها المختلفة اللي هناخدها ان شاء الله في المحاضرة اللي جاي. طيب الخلايا رقم اتنين اللي هي آآ ملهاج انوية فيها جزء في نص اسمو سنترال بالور. ودي بتبقى كتير جدا في اللي ما هنشوفين كده. كل ايه العدد الكبير بتاعها اللي هو خلايا رقم اتنين. يبقى خلايا رقم واحد. والخلية رقم اتنين. والخلية رقم تلاتة اللي هي بتكون حجمها صغيرة اوي. رقم تلاتة سميها. وانتشرة في الفيلم حجم صغير. هنتكلم ان شاء الله على التفاصيل الكاملة لفحص خدايا اشتركوا في القناة